مرحبا بيك سي فريد وشكراً لقبولك الدعوة بحثنا في نوات بل ما نتحدثوا باش نشوفوا فيديو اللي فيها مقتطفات من برنامج لسامير الوافي برنامج اللي انت كنت حذر فيه ولي كان موضوعاً تاعه العنف الديني العنف الداعشي من هذا البرنامج خذت نوات مقتطفات تقعد سياغتها بين خطابين الخطاب الأمني وخطاب ضحايا العنف البوليسي نشوفوا فيديو ونرجعون تحطوا بعدين وهذه الجامعات وهذا المجتمع التقدمي وهذا الإرث البرقيبي وهذا التاريخ وهذه الحضارة كيف يخرجوا مننا أكثر من 5000 إرهاب ودخلوني للزنزانة وبالفلقة والمدير نفسه هو اللي يضرب ورأسي مقشوع للكوفيت متاع التوالات وهبط لي في رأسي في الكوفيت متاع التوالات هاي حقوق الإنسان هاي حقوق الإنسان اللي يتكلم عليه وبقيد ما يقارب أسبوع عاجز عن القيام على سقي يعاقب بالسجن مدة ثمانية أعوام الموظف العمومي أو شبهه الذي يخضع شخصا للتعذيب وذلك حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرته لها الدولة مدنية تتبق القانون عنا قوانين فوق الجميع لا يستثنى منها أحد تحاسب حتى على الفكر أنت تعذب بقدر الاشتباه في امتلاكك للمعلوم وأنت تعذب بمقدار ما ينتظره منك الجلاد الأمن كيشدة ضمها الـ 15 ألف بحكم أنه يدعو إلى هذا الفكر ويعطيه للقضاء القضاء التونسي يحاسب على الفعل ما زال متربي على قانون السلم المدني الحضاري يجد صعوبة في معانو القانون معاه يجد صعوبة في الحكم عليه بالسجن قول اللي هي سلماتك المنشور قول اللي هي كتبته سلماتك قول اللي هي رأيت وزع في المنشير قتلوا ليه حرام عليها أعطاوها تريحة على حرام عليها قدامي في النهار الأخرين قبل ما نمشي والمهزونة للسجن نحن بشتعانوا معهم بالقانون وبالقضاء نحن بالنسبة لنا لتقول لي توبة لهم يحزنون أخي سيجرة سكية بشتويك والنلاباس والحمد لله سيجرة سكية ربي سبحانه والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية تاريخ يجب أن لا يكتب في البلاط لا يكتبه مؤرخو البلاط اللي حبعد توبة يزيده ويطلب ربي طويسابحو نحن ما نحكي كان بالقانون وتطبيق القانون والسجن استنى فيهم شدوا لي يدي حطها واحد منهم على الطاولة وبداية يضرب 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 باقي ما صححتش ربطوا لي يدي لتالي وبداية يضرب فيه بالبعصام تحديد على راسي وعلى وجهي وعلى صدري على معناها كام الجسد متاعي حسيت فم يدي لتالي من نجمتش نمس حسيت حاجة باردة هبتت من خشمي وشوية بديت نحس السقف من اللوطة والقاعة من فوق والدنيا بديت تقلب بي اللي ليخافوا ربي ليخافوا عباده ناس عديمي الرحمة حتى إنسانياً ميجيش هكا إنسانياً خليني بالأمور الدينية حتى إنسانياً ميجيش شيء هدايا إذا لم أعترف وإذا لم لا أمضي على ما يريده ولا أقر بما يريده هددني بأن يغتسب ابني أمامي أو أن يغتسبه أن يغتسبني أمامه أنا الآن في وجداني لداخل لست مطمئناً لأنه الشي هذا مش ممكن يرجع ما عنديش ثيقة ما عنديش أطمئنان ما عنديش الأطمئنان الكامل واليقين أن الأجواء هذية ممكن ترجع ومعندها الأجيال القادمة يصير عليهم نفس الشيء كنت شوف الفيديو اللي قامت نويت بتركيبها واللي حبت معنا تحط فيها رؤيتين لي رافض العنف في الحسة مع سي سامير الوافي نجم مواطن تونسي كيراكي كيقول بلك شي سيفار يدي ماشي في سان سان تردية معناتها ويرفض العنف من جيها وفمع عنف آخر ما تكلمش عليه هو في الحقيقة وصلتنا الإحصائيات حول التعذيب الذي يمارس ما بعد الثورة إلى يومنا هذا سواء كان تعذيب لفظي وأحيانا يكون أقوى وأقصى أو معناها مادي وجسدي في المراكز الأمنية بل وصلني أيضا حتى من الكثير من الشباب من الشباب التونسي تصل بي قالي أنت تدافع كثير على المؤسسة الأمنية لكن يجي نحكيه لك شنو نحن نتلقى من هذا الأمر أنا انزعشت لأن العنف مرفوض من جميع الأطراف لكن حبيت نعرف هل هو سياسة ممنهجة يعني بإرادة سياسية قاعد يمارس هذا الأمر وبالعنف كما يصن التحقيقات أثبتت والدراسة أنه لا توجد بكل أمانة إرادة سياسية لهذا العنف الموجود في الشارع من قبل الأفراد المؤسسة الأمنية مع شعب التونسي بل أكثر من هك بعض الأفراد الشرطة الذين مارسوا العنف قبض عليهم وهم في السيشن لأن الداخلية يعني كمؤسسة اتخذت قرارا بمعاقبة يعني العنف وهو مرفوض طبعا وشرعا وقانونا لكن للأسف الشديد الذي يعني يزعجني أن هذا العنف مع أنه فردي لكنه أصبح كثير لماذا لو كان فرديا ليس بإرادة سياسية لماذا يكون بهذه العدد الكبير يعني يكاد يكون يوميا تبين أنها الثقافة التونسية ثقافة العنف ما زالت سائدة يعني في الشعب وفي بعض مؤسسات الدولة يعني ولا ننسى أن المؤسسة الأمنية كانت في عهد بن علي يعني هي يعني العصال غليظة ضد يعني المعارضة وضد يعني الناشطين وغير ذلك وكذاك حتى أنا أذكر في عهد بورجي وكان العنف نفس الشي يعني يعني موجود لكن صح ليس بالعنف اللي موجود في عهد بن علي ما ترشل لي حتى عنا نجم أنت ذكرت كلمة الثقافة نجمو نجمو حتى نقوله فما ثقافة معناتها متاع عنف وقت اللي تحدثنا حتى في التليفون قلتك سفريت فما كانوا فما عنف بوليتيكمان كوريكت معناتها بوليتيكمان مقبول وعنف بوليتيكمان غير مقبول العنف اللي هو سياسيا كانوا مقبول هو عنف القوي على الضعيف عنف الدولة على المواطن عنف الرجل قوي على المرأة عنف الأذ بصفة عامة دونك القوي على الضعيف هذا كيكينو أما 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 العنف متاع الضعيف هذا كلا عبدت كلنا عبدوا عليهم معناتها الضعيف كيقوم بعنف معنات سهل ياسر باش نوريوه بصبع وباش ماذا بينا كننقاوا فتكون دونك حقيقة عندنا مشكلة في ثقافة قبول العنف من القوي كيف زاد ثقافة قبول العنف من الرجل يعني نحن شخصنا المرض فهمنا أن هذا العنف الموجود الآن في بعض أفراد المؤسسة الأمنية الذي مزال مستمرا وأن العقاب الزجري القانوني والسجن لم يكن كافيا لردعهم فتبين أن هذا الداء متأصل في شريحة لبأس بها من مؤسسة الأمنية علاجها يكون هو بتصحيح وإصلاح العقيدة الأمنية ونطالب الدولة تونسية أن تعطي هذا الموضوع أولوية لأن العنف من قبل المؤسسة الأمنية راه يساعد على انتشار الإرهاب وهذا أنا معناها أثناء دفاعي عن المؤسسة الأمنية أمام كثير من الشباب يعني أجدوا النقمة تمنع من قبول فكرة مكافحة الإرهاب حتى دخلهم الشك أن الإرهاب ليس موجودا يعني كنقلهم عليش قولوا هذا كلام قال لا هم يحكمون هم بيدهم السلاع هم كل شيء هم يفعلون كل شيء هذه فكرة خاطئة يعني سببها العنف اللي تعرضوا عليه الشباب الأحياء يعني كيفاش يطلعوا يعني الشباب ريت حتى إنسان أنا مأمور بالقبض عليه شفتهم أنا كيفاش يدخلوا للقاوة يكركر في الشباب عبارة حيوانات يعني جوال حيوانات لا يجوز معاملاتهم بهذه الطريقة يعني في ديننا فكيف يعني نعاموا الشباب بهذه الطريقة فيزداد نقمة وينصرف إلى الإرهاب من هنا الإصلاح يمغن يكون الدولة تونسية تحاول أن تعلم وتربي وتصلح وتثقف يعني جنودنا وضباطنا وأعواننا الأمنيين قيمة المواطنة قيمة القانون قيمة الإنسان وهذا صدقني يعني أنا أعتقد أنه أنا دائما لحب نصلح بين الشعب وبين المؤسسة الأمنية لأني أعلم أن هذا يقضي على الإرهاب لكن إذا المؤسسة الأمنية ما تصلحش روحها كما ينبغي سنبقى ضعاة في محاربة الإرهاب والعنف المقابل ما تراشي اللي في الكلام اللي كنت تقول فيه ما تراشي اللي النقبة التونسية في في التعامل المتاحة ضد العنف فما أكثر منه كلام من فعل كنقول النقبة التونسية أكثر منه كلام من فعل كنتكلموا على العنف توجبنا العنف متاع وزارة داخلية كذلك العنف ضد البنات الصغار اللي يخدموا في الديار العنف ضد النساء الكبار في العمر اللي مسكينة بالسيف ما تمشي للمرشي باش تقضي اللي التاكسي ما تقفل هاش خاطر تسكن في في بلاسة صعبة داكسية معندها كيني حاجة نورمال العنف ضد كذلك الخشاش الصغار في الشوارع معندها كاني النقبة التونسية في الوقت اللي نجيو نتكلموا عن العنف مبارشة كلام هكا واحد ولكن في الأفعال في أخذ المواقف الصارمة ما تراشي اللي يتكأل فما أكثر كلام من فعله يعني هو النقبة التونسية على اختلافهم يعني هم عموما يرفضون العنف ولكن تشعر يعني أحيانا بأنه العنف الدولة قد يكونوا مقبولا نسبيا عندهم في أذانهم هذا في رؤيتهم لكن هذا غير صحيح خاطر يقول لك أنا هؤلاء يدافعون ضد عنف داعش اللي هو قطع الرؤوس والفوضى العارمة فأنا خليني نتحمل العنف متاع الدولة ولو كان نسبي حتى باش ما نقعش في العنف الدايش وهذا فكرة خاطئة خيار خاطئ نحن نقول لا نستطيع أن نتغلب على العنف إلا بأن نوقف العنف على جميع الأصعدة في المؤسسة الأمنية في المؤسسة العسكرية في جميع الوزارات يعني الأسفر والعنف موجود حتى في الإدارات العادية يعني الفوق أنا واصل وأنا عرف عرفك ونتردك يعني والظلم ما زال يستشري والعنف المعنوي والعنف المالي والاقتصادي والاجتماعي والعائلي قد استشرى في تونس استشرى لذلك مقاومته لا تكون إلا بوقفة صارمة من النخبة بأن يكون نوقف مواضحا وجليا وصريحا عن أي عنف كان سواء كان من الدولة من الأمن من داعش من رب الأسرة العنف لا يولد إلا العنف فأنا كإنسان متخصص في مكافحة الإرهاب وهذا الشأن أنا متيقق إذا المؤسسة الأمنية والدولة التونسية لا تسعى لإصلاح العقيدة الأمنية وإخلاقيا في احترام المواطن فمقاومتنا للإرهاب ستكون ضعيفة ولا تؤثر كما ينبغي برك الله وفيك سيد فريد لقوبه بدونك دعوة نوات وشكرا على تعليقك على المواقف اللي كنا شفناهم مع بعض شكرا شكرا الله يزيك الخير الله يزيك الخير اشتركوا في القناة